اشتركوا في القناة صحة وسعادة على أرغام التواصل ويانا قبل ما أذكركم بأرغام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد في التنسيق نجاة السويدي وفي الإخراج عيسى سبيل صبحكم الله بالخير جميعا محدثتكم اليوم دكتورة عاش البسطي أذكركم بأرغام التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله مثل ما عودناكم برامجنا بتكون متنوعة طبية وصحية وتقذوية كذلك خلال الفترة اللي طافت كان تركيزنا أكثر على فترة الصيام وشهر رمضان المبارك اليوم كذلك بيكون تركيزنا أكثر على هالشي اليوم بنطرق فقرتنا التقذوية الشيء مميز وجدا جميل وأكيد الكل كان ينتظره أو الكل عند تساؤلات بهذا الخصوص خاصة أن هالشي نحن نعتمد عليه خاصة في شهر رمضان طبعا ما تخلق أي مائدة من موائدنا في شهر رمضان عن الأكلات والأطباق الشعبية خاصة في هالشهر يعني لازم على الفطور على وقت الفوال وبعد التراويح على السحور سواء كان طبق رئيسي أو من نوع من أنواع الحلويات الشعبية اللي نحن نعتمد عليها خاصة في شهر رمضان ناس وايد يمكن تساءل بخصوص هذه الأطباق أو المأكلات الشعبية اللي ناكلها بس طبعا سبحان الله مذاق هيكون طعمها غير في رمضان صحيح عيسى في رمضان صراحة غير فاليوم إن شاء الله فقرتنا التقذوية بتكون عن الأطباق الشعبية في رمضان بتحدثنا عنها دستاذة ثرية تميمي أخصائية التغذية في إدارة التقذية السريرية بهيئة الصحابة دبي صبحت الله بالخير ثرية صبحت الله بالنور والسرور دكتور عاشة وكل عام أنتوا بخير وإن شاء الله يكون رمضان صحة وعافية يا رب العالمين وإنت بصحة وسعادة ثرية ثرية طبعا موضوعنا شوية اليوم شيق صراحة بخصوص الأطباق الشعبية لأن اعتمادنا كبير عليه خاصة في شهر رمضان وسبحان الله له طابع خاص في شهر رمضان أطباقنا الشعبية تكون لها طابع خاص فممكن تحتينا أكثر بهذا الخصوص طبعا مثل ما تفضلتي أن موضوعنا شيق وشهيب طبعا أيها ومثل ما تفضلتي أن لا تخلو أي مائدة في مجتمعنا وبالتحديد في شهر رمضان من أطباق شعبية ومميزة وفي أطباق ما تحضر إلا في شهر رمضان المبارك اليوم نحن بنعرض بعض الأطباق الشعبية وكيف أن نحن نقدر أن نحضرها بطريقة صحية أو كيف أن نحن نوفع قيمتها الغذائية ونقلل من احتواءها من الدهون والسكريات طبعا نبتدي بملك المائدة وهو الهريس الهريس طبعا من الأطباق الشعبية التي تحضرها ليس فقط في رمضان في الأزواج وفي الزواج وفي الأعياد يتكون الهريس من حبوب القمح المهروس ومع اللحم وطبعا يتسوى سطحة من السمن الحيواني اللي نسميه الدهن الخليم طبعا تتوقف قيمتها الغذائية للهريس على كمية اللحم المستخدمة فيه يفقد الهريس بعض من فيتامينات وبعض من أملاحة ومعادنة نتيجة قسلة وتنقيعة في الماء الساخن فينصح بعدم استخدام الماء الساخن أثناء التنقيع وطبعا هو يعتبر وجبة صحية يعتبر وجبة سهلة في الهضم بالنسبة لكبار السن وبالنسبة أيضا للأطفال كل ما زاد تحضير الصحي كيف يكون أن كل ما زاد كمية اللحم الموجودة فيه كل ما تفقد قيمتها الغذائية وأيضا ممكن أن ننصح دائما بتقديل كمية السمن الحيواني أو الدهن الخنين قدر الأمكان خصوصا للناس الذين عندهم الكوليسترول والناس الذين يتبعون حمية غذائية أو عدم حتى إضافتها وخلال تحضير أو خلال سلق اللحم يفضل أن نزيل الشحم كامل عندنا بطريقة كاملة ومن ثم يتم تحضيرها طبعا لكل كوب من الهريف يحتوي من الطاقة الحرارية أو السعرات الحرارية اللي هي 152 سعرة حرارية ومن الكربوهايدرات 21 جرام من الكربوهايدرات يحتوي على معادن وفيتامينات أيضا ولكن هو فقير في الألياف نظرا لأن حبة تبقى حتى تكون منزوعة القشرة ندخل للشسمة للطبق الثاني والمهم أيضا اللي هو السريد أو الفريد مثل ما يسمونه طبعا هذا الفريد أو الثريد يتكون من اللحم والدجاج أو البروتين والخضروات وأيضا الخبز اللي نسميه خبز الرقاق طبعا هاي تعتبر وجبة عالية جدا في القيمة الغذائية وأيضا وجبة مشبعة تعتمد قيمتها الغذائية على إضافة الخضروات ويحتوي أيضا نسبة كبيرة من الماء ولذلك نحن نحس بالشبع يوم نأخذها طبعا استخدام الرقاق يجعله سهل يعني أن يتشرب المرق أو الصالونة لأن في ناس ثاني يستخدمون خبز ثاني مثل خبزة النور أو شيء من هذا القبيل وبهذا ترتفع كمية أو ترتفع نسبة الكربوهيدرات فيها عشان شيء يفضل أن يستخدم خبز الرقاق وعشان نحن نجعل السريد أو الفريد وجبة غذائية متكاملة ينصح باستخدام مجموعة متنوعة من الخضروات مثل الباميا والكوسة والبطاطا والبادنجان والبروكلي وفي ناس بعد يضيفون اللوبيا ويضيفون النخي كلما نحن أضفنا هذه المواد كلما نحن أرفعنا قيمة الغذائية شو أعني أنا قيمة الغذائية؟ يعني أنا أرفع من زيادة نسبة الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه منتاز حتى طعمه بيكون حلو يعني أحلى نعم نعم طعمه حلو وأيضا أرد وعيد وأقول بعد يوم نحضر الوجبة الغذائية سواء السريد بعد نزيل الشحوم سواء من الدجاج أو اللحم نزيل الشحوم منها وفي تحضير الصالونة في وايض ناس يعني المتعارف أن يوم تحضر الصالونة يفورون الماء اللحم أو الدياي وهذا الماء نفس يستخدمون الصالونة وبالتالي نحن الزيوت اللي موجود فيه أو الدهون اللي موجود فيه نحن استخدمناها أصلاً معنها طريقة الصلق الصحية لذلك نحن نشب الماء هذا ونستخدم ماء يديد ونضيف طبعاً الخضروات وما إلا ذلك عشان تكون الصالونة الصحية القيمة الغذائية أو الطاقة الحرارية والسعرات الحرارية موجودة لكل كوب من السريد 214 سعر حرارية والكربوهايدرات تقريباً 24 جرام من الكربوهايدرات وطبعاً يحتوي على معادن ويحتوي على فيتامينات ندخل في الحلو ونتكلم عن اللقيمات أهم شيء اللقيمات طبعاً اللقيمات من الحلو اللي نحن نستخدمه في رمضان وتناوله في رمضان في دول عربية يستخدمونه يسمونه بلقمة القاضي بس نحن نسمي اللقيمات طبعاً المكون الأساسي من أيام زمان أيام أجداد نوتي عبارة عن القمش اللي هو طحين القمش والخميرة والسكر والزيت ولكن في ناس اللحين قاموا يتفننون يضيفوا لوروب يضيفوا لبيض وما إلى ذلك الفوائد الصحية طبعاً اللقيمات تحتوي على أسبق قليلة من البروتين ولكن نسبة عالية من المواد المشوية طبعاً للناس اللي يتبعون حمية غذائية واللي عندهم سكر يتناولونه بشكل بسيط جداً ممكن يكون من ثلاثة إلى خمس حبات اللقيمات عشان نحن نرفع قيمتها الغذائية ممكن نحن نستخدم الدبس اللي هو عسل التمر مثل ما نحن نحطها بالدال ما نستخدم الشيرة طبعاً الشيرة هي عبارة عن الماء وسكر يفورونهم مع بعض وتكون هاي الشيرة فممكن نحن نستخدم عسل التمر عشان نحن نرفع الأملاح المعدنية والميتاني اللي فيه كما يمكن نحن نستخدم العسل حتى بس الأشخاص اللي عندهم السكر أو المصابين بالسكر يفضل أن يستخدمون بداء السكر أو أن يقللون من كمية إضافة العسل أو الدبس اللقيمات نحن طبعاً ما في طرق صحية اللقيمات 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 فممكن أن نحن نحط الوراق اللي هو اللي يمتصل الدهون أو يمتصل الزيت اللي مقلينا فيه فنحن المفروض أن نحن نعقب نحن نطبخها أو عقب ما نحن نقللية لازم ما نحطها على طول على الطبق ويتقدم نحط تحت هذا الوراق عشان نحن نقلل من كمية الدهون اللي يمتصلها خلال عمليات القلي القيمة الغذائية للقيمات طبعاً تختلف من مصادر إلى أخرى في مصادر يعني تعتمد على طريقة تحضيرها فهي الطاقة الحرارية لها لكل حبة اللقيمات تقريباً 41 سعر حرارية أي ثلاث حبات اللقيمات تقريباً من 100 إلى 120 سعر حرارية هذه طبعاً القير مضاف لها أشياء لأن الناس قامت تضيف لها قشطة أو إضافات تكون مضاف لها هذه اللي مال أول اللي هي طحيم وخميرة وفكر وزيت 41 سعر حرارية تقريباً الكربوهايدرات 6.6 جرام من الكربوهايدرات فينا تضيفون روب ممكن إحنا الإضافات نحاول نحسنها نحط مثلاً قليل الدسم وما إلا ذلك أيها نتجه إلى الحلاوة الثانية وهي الساقو أيها طبعاً الساقو هو عبارة عن حبوب يسمونه حبوب الدخل طبعاً الساقو هو مكونة من هذه الحبوب والسكر والهال والمكسرات الساقو على فكرة قليل جداً أو غذاء فقير جداً في القيمة الغذائية يعتمد قيمة الغذائية على الإضافات اللي موجودة فيه طبعاً لتحضير الصحي نحن ننفع قيمة الغذائية ممكن نضيف الحليب يكون حليب خالي الدسم أو قليل الدسم وبذلك نحن رفعنا البروتين اللي موجود فيه ممكن نضيف المكسرات المكسرات طبعاً تساعد على زيادة نسبة البيتامينات والمعادن اللي فيه ممكن نستخدم العسل بدل ما نستخدم السكر العادي وللناس اللي عندهم طبعاً مصابين بالسكر يفضل أنهم يعني يقللون من إضافة السكر اللي فيه القيمة الغذائية اللي فيه السعرات الحرارية 315 سعرة حرارية أكثر واحد تقريباً لينا الحين هي تقريباً والكربوهيدرات 63 جرام من الكربوهيدرات عشان تبيه الواحد لازم يكون يدخذه يأخذه بشكل بسيط جداً استاذة ثورية داهمنا صراحة الوقت بخصوص الأكلات الشعبية نحتاج الفقرة ثانية إن شاء الله خلال الأسبوع هذا بعد نفس الموضوع بنتكلم عن الأكلات الشعبية في فترة رمضان صراحة الجميلة أنت شرحتيه بطريقة متوسعة بطريقة سهلة للواحد يفهمها وكيف يضيف المكونات القذائية ويزيد من قيمتها القذائية نعم نعم وهذا شيء وايد بيفيدنا خاصة أننا نعتمد عليها بشكل يومي في أطباغنا اليومية الاختيار الصحي في التسوق الغذائي لمكونات الوجبة هو الطريق الأمثل لإعداد مائدة صحية عالية في القيمة الغذائية وقليلة في الدهون والسكرية والسعرات الحرارية كذلك والسعرات الحرارية وخاصة إذا الواحد يبغي ينظم أو ينزل وزن خلال فترة رمضان أكيد والنصيحة الثانية تسحروا في السحور بركة وصحة وقسموا فضوركم ولا تعكلونا مرة وحدة عشان تهيئون معددكم اللي صايمة تقريبا 15 صح وهذه هم نصيحة لأستاذ ذريا التميمي اختصاصية التغذية في إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي شكرا لك اللي عفو حبيث شكرا مستمعين العزاء نطلع فاصل بس بعد الفاصل إن شاء الله موضوع جدا مهم اللي هو التغذية وفحص السكري والتقنيات الذكية في الصيام طالعين فاصل وراد لكم موسيقى 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 مستمعين العزاء رجعناكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة اللي تغذية ملكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة بيلة الإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور أدبي أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله تكلمنا في الفقرة الأولى على الأطباق الشعبية وفترة أرمضان يعني تركيزنا عليها هنا طول السنة بس سبحان الله فترة أرمضان يكون التركيز عليها أكثر والأستاذة ثورية حطتنا كذا موضوع وكذا الطبق وكيف نضيف السعر نضيف عليه ونزيد من قيمته القذائية وحتى كل واحد فيهم كم سعرها حرارية فيه خاصة للناس اللي تنظم قذائها أو تتفضل وأنها تنزل وزنها خلال شهر رمضان الكريم الحين موضوعنا الثاني اللي هو التقذية وفحص السكري والتقنيات الذكية في الصيام ما بنتكلم بس فقط عن مرضى سكر بس بيكون الموضوع عام عام للجميع بس بنركز بعد على فئة مرضى السكري طبعاً اليوم بيكونوا نخبة من الاختصاصيين من مركز دبيل السكري وبنتحدث إن شاء الله عن مجموعة من الموضوعات المهمة اللي تخص الجميع مثل ما قلت لكم ما بس اللي عندهم مرضى السكر بس بعد كذلك فيه تركيز معين بيكون على مرضى السكري في هاي الفقرة ويانا اليوم في الستوديو الأستاذ عمر الغيسي أخصائي التلقيف السكر الأستاذ زين محمد حسان يونس أخصائية التغذية السريرية للسكري والأستاذ آلا محمد أبو علي أخصائية الصحة النفسية صبحكم الله بالخير جميعاً صبح مبروك عليكم شهر علينا وعليكم طبعاً موضوع السكري أو موضوع التغذية في شهر رمضان بالعموم يعني موضوع جداً مهم خاصة للناس سواء للناس اللي ما عندهم أمراض الحمداء أو للناس اللي عندهم أمراض مثل مرض السكري لأن السكري له علاقة كبيرة بالتغذية والعكل وخاصة في فترة رمضان الأدوية حتى مواعيدها تختلف وطبيعة الأكل العزايم يعني أشياء نمط الحياة يختلف عنا شوية في فشهر رمضان فحابين نطرق لهذا الموضوع أكثر وأكثر أول سؤال بيكون أنه بخصوص التغذية لأستاذ زينة يونس استاذ زينة هل يحتاج أي شخص فينا إنش أساس يتناول وجبة السحور نحن عارفين هو شيء أساسي أوسنة فهل يحتاج الشخص إنش عشان يتناول وجبة السحور شو أهميته وجبة السحور بالنسبة للأشخاص سواء الغير مصابين بالسكر أو المصابين بالسكري طبعا هلأ نحن ساعات السيام هي طويلة جدا فوجبة السحور جداً مهمة أنه نش كلمال نتناولها حكي جمالاً عن الناس اللي ما فيهم أمراض بس كلمال نتفيدة يصير في عندهم جفاف أو قلة الطاقة إذا هني ما نشو كلمال يتناولوا السحور فوجبة السحور مهمة للي مصاب بالسكر ولي مش مصاب بالسكر خصوصي للي مصاب بالسكر لأنه خطر هبوط السكر شديد وأيضاً الجفاف فوجبة السحور أهم شي نش قريب للفجر أوكي مثل ما قلنا لأنه ساعات السيام هي عديدة وطويلة طبيعة وجبة السحور جداً مهمة وتناول السوائل عند السحور تنمنع حصول الجفاف في نهار الثالي كمان جداً مهمة تركيزنا على السحور يكون في عنا كربوهيدرات معقدة مثل الخبز الأصمر أو الأمحة كاملة في عنا ممكن ناخد الشوفان وجبات مثل الفول هول وجبات غنيين بالألياف الألياف بساعد على تنظيم السكر عند مرض السكري واللي ما فيهم السكر فبيخلينا كمان نشعر بالشبع لمدة أطول وهيدا كتير مهم بالنهار التالي بيكون نهار السيام المأكلات اللي هي غنية بالبروتين مثل بقوليات الفول العدس النخي هيدولي كمان البروتين بساعد على أنه حسسنا بالشبع المتأخر أيضا السوائل أننا نعود عن شرب الماء أصلا بساعات اللي نحن فاطرين فيها خلال الساعات ما بين الوجبتين لازم أدمى فينا نزيد من تناول الماء تنمنع حصول الجفاف نخفف من تناول المشروبات الغنية بالسكر لأنه هدول بيزيدوا سعرات وبيأسروا على السكر سلبيا بنهار التالي أيوة بالنسبة خبرتيني أكثر شي عن الأشياء اللي نحن نفضل ناكلها على السحور عساس الزيد من فترة الشبع يعني الواحد ما يحس بالجوع في فترة صيامة فبس شو بخصوص الفطور في الأفطار شو أهم الأشياء اللي الواحد يركز عليها في وجبة الأفطار أساس تمد بالأشياء الأساسية بالنسبة لها اللي يحتاجها جسمها ولا يحس بعدها بخمول وتعب طبعا هلأ نحن الشداد برمضان مثل غير رمضان نازم نتناول من كل عناصر الغذائية على وجبة الأفطار فبدي يكون في وجود الدهون إن شاء الله أكيد الدهون المفيدة البروتينات والكربوهيدرات على الوجبة وأيضا السوائل المفيدة للجسم فوجبة الأفطار أهم شيء تناتفيدة حدوث الخمول بدنا نخفف من تناول الدهون المشبعة أو الدهون المهدرجة مثل الأشياء المقلية نحاول أنه ما ناخد نتناول كثير من المأكلات المقلية أو مأكلات الغنية بالدهون المشبعة لأنه هادي بتسبب خمول وبتأثر على نحنا نقدر يكون في عنا طاقة نعمل بجباتنا برمضان نركز قد ما فينا على الخضار الخضار غني كتير بالماء وبالألياف فهيدي بتساعد كمانا على امتناع من الإمساك برمضان وأيضا بردلنا شوي من السوائل اللي جسمنا بيحتاجها فنكتبنا الخضار السلطات سوائل ممكن نحنا نتناول السوائل من خلال الشوربة الوجب يكون طبق مثل عيش بس يكون العيش مفور ما يكون زايدين على الدهن مثل ما تنخفف من دهون المئزية بالجسم مصدر بروتين ممكن يكون سمك ميشوي ممكن يكون دياي ميشوي هلا أيضا مأكلات الشعبية الهريس مثلا واجبة مفيدة لأنه هي غنية كتير بالألياف بس طريقة تحضيرها هي المهم نحاول أنه منزيد عليها الدهن أيضا ممكن نحن طبعا نكسر السيام بثلاث حبات تمر مفيدة كتير وبيعطينا طاقة نحاول من نطلع فوق ثلاث حبات بس كمال من أثر سلبيا على نسبة السكر بالدم شراب اللبن جدا كمان مفيد وممكن نخلص إفطارنا بحبة فواكل لأنه غنية بالبيتامينات والمعادن وتعطينا طاقة لبقية الساعات اللي نحن فاتري فيها أستاذ زينة شو أهمية شرب السوائل لمرضى السكري أثناء شهر رمضان السوائل جدا مهمة مثل ما سبقوا قلنا أنه المرضى السكر هن معراضين يصير في عندهم جفاف برمضان خلال الساعات اللي هن صايمين فيها فكتير مهم أنه نعود السوائل لنحن مش عم نتناولها بالساعات اللي صايمين فيها طبيعة السوائل جدا مهمة نحاول أنه نبعد قدمة فينا عن السوائل اللي هي غنية بالسكر لأنه بتأثر سلبيا على السكر بتسبب ارتفاع شديد وهيدا بيأثر على نقدر أنه نكفل سيامنا فنحاول مثلا نشرب الماء على قدر الإمكان وشرب السوائل اللي غير فيها بدون سكر وممكن نحن حتى نحصل على السوائل من خلال الخضار لأنه الخضار جمالا فيها بفوق 70-80% وجود الماء فيها أيضا فينا نركز على ناخد الشراب اللبن كمان بيروينا من العطش غني بالبروتين وبيعطينا غير أنه هو وسائل كمان معادن مفيد للجسم أيوة خاصة فترة رمضان والشخص يكون يعني جدام أشياء وايدة والناس طبعا إحساسها بالعطش خاصة فترة الفطور بعد الفطور تحسين شوي أقل يعني ما بيركز يمكن لأن اعتمادهم أكثر على القهوة أو الشاي أو الأشياء الثانية فهي بهذه النسبة رح أنصح على شغلي هلأ بالنسبة للشاي والقهوة هلأ قدمة فينا حتى ما نسبب خطر جفاف سواء الكوفي إذا مقدر ناخده ديكاف يعني ما يكون في داخله كافيين لأن الكافيين بيسبب أنه نخسر ماء من الجسم وهذا بزيد على خطر يصير في عنا جفاف شرب الماء أفضل شي ما يكون بس على الوجبة يعني نحاول ما بين الوجبتين بين الإفطار والسحور ندخل الماء قد ما فينا نحصل على الثمانئة أكواب لجسمنا بيحتاجوا بنهار الطبيعي فأفضل أنه ناخدهم ما بين الوجبات وأنا بنصح دايما تكون كوب الماء موجود قدامنا نحن نذكرها دايما لأننا دايما ننسى بس إذا كانت قدامنا سبحان الله دايما نكون متذكرينها ونتذكر أنه نشرب ماء مية بالمية نطلع فاصل إن شاء الله وبنرد نكمل لقاءنا اليوم مع الأستاذ عمر الغيسي والأستاذ آلاء محمد أبو علي والأستاذ زينة كذلك لدينا أسئلة إن شاء الله مستمعين العزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم على نفس الموضوع صحة وسعادة مستمعين العزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة أذكركم برغامة تواصل ويانا 600551414 ورسائل النصية على 4006 حياكم الله نرجع لموضوعنا اللي هو التقذية وفحص السكري والتقنيات الذكية في فترة الصيام سؤالنا الحين بيكون للاستاذ عمر القيسي أخصائي التذقيف السكري استاذ عمر هل يوجد أي مانع من إجراء اختبار لغلوكوز يعني نتأكد من نسبة غلوكوز الدنف رمضان والشخص يكون صايم السلام عليكم بالنسبة لفحص اللي غلوكوز أثناء الصيام طبعا هو لازم لأنه حتى أتأكد أنه أنا مناسب أني أصوم أو لا لازم أن أقوم بفحص اللي غلوكوز يوميا وفي أوقات محددة نحن نفضل أنه كمان نكون فيها الفحص من بينها مثلا قبل الإفطار خاصة قبل الإفطار بساعة أو بعد الإفطار مثلا بساعتين أو ثلاث ساعات هاي الأوقات مناسبة جدا ووقت السحور وعندي القيام من النوم لأنه أنا لما أقوم من النوم مثلا إذا كان السكر عندي مرتفع كثير أو منخفض المفروض أني معصوم فعشان هيك لازم يكون فيها الأوقات لازم يكون فيها قياس للسكر لحالات طبعا معينة لأنه تعرف كل حالة تختلف عن الثانية لكن الحالات اللي بيكون مثلا بيستدعي أنه مثلا يعمل فحص السكر أكثر مرة في اليوم هاي الأوقات المناسبة جدا لفحص السكر في حالات مثلا تكون مستقرة وأصلا نحن نكون طالبين منهم مثلا ما يفحص إلا مرتين أو ثلاث بالأسبوع ممكن مثلا يخلي الفحص متناوب مثلا يكون مرة قبل الإفطار بحيث أنه يعرف مثلا سكري ما بنخفض أو خليها مثلا مرات بالليل بعد الإفطار بساعتين هاي الأوقات لكن الفحص لازم يعمل يتأكد لأي فئة بالتحديد الفحص يكون بها طريقة يعني قبل الفطور خلال اليوم وأول ما يصحى الصبح الحالات اللي بتكون يعني الصدف أنه كان عنده ارتفاع في السكر مثلا أكثر من 250 أو كان يصير معاوة انخفاض بالسكر أقل من 70 في الفترة اللي بيكون قبل الصيام ونحن عادة مننصح المريض أنه حتى قبل الصيام مثلا بشهر يحاول يصوم له مثلا لو يوم بالأسبوع أو مثلا كل أسبوع يصوم له يوم من قبيل التجربة ويشوف مثلا إذا كان بصير عندي انخفاض أو ارتفاع أساس يكون عندي الانتباه أكثر بالنسبة أستاذ عمر نحن نعرف أنه في تقنيات حديث طلعت على يعني الحمد لله متوفرة في معظم الأماكن الحين وموجودة في داعا صح ومعطيها لمرضة واللي هي طبعا تساعد الأشخاص أكثر خاصة الناس المصابين بالسكر على الصوم أو أنها يعني تساعدهم من ناحية أن طريقة أنه كيفية الفحص طريقة متابعة مرضهم تكون مختلفة شو أهمية هذه الأجهزة أو التقنيات الحديثة الأجهزة هاي أهميتها إنها بتنبه المريض لنتائج السكر في حالة انخفاض أو في حالة ارتفاع طبعا الأجهزة ممكن تبلش فيها من بسيطة اللي هي الأجهزة اللي ممكن أنك بتأخذها بشكل يومي أو أجهزة ممكن تكون مثلا بحيث أنك تركب مثلا حساس في إيدك بحيث أنه قيس لك السكر أنت تقوم بالقياس ولهاي الأجهزة المعروفة وإحنا أعطيناها لمرضى السكر لعنا أو الأجهزة اللي بتكون نركب إليك حساس هو بيقوم بفحص السكر بشكل روتيني إليك وبيطلع لك النتائج بدون ما تكون فيه تدخل من المريض بالنسبة للجهاز البسيط اللي نعطي لك كل المريض أو الجهاز اللي نعطي لك بيكون نفس اسم الجهاز وبنزل بعد ما نزل أنا ممكن أن أراقب كيف كان السكر عندي مثلا أنا بلاحظ أنه مثلا بالليل بيكون مرتفع وبخلال نهار بنزل كثير سكري فأنا منتبه كثير بلاحظ أنه مثلا قبل الأسبوعين كيف كان سكري مقارنة مع الأسبوعين الحاليات وهذا يعطينا كل هاي الأشياء ممكن تعطينا خلال النوع الثاني اللي هو حكينا لأنه ممكن تركيب حساس وهي بتكون أنه بيكون مركب الحساس للجسم وأنا بقوم بالتشييك على السكر وبشوف كم نتائج السكر فمرضو بهاي الطريقة أنا بنصح المريض أنه يكون في تشييك أكثر فكل مكان تشييك أكثر وانت منزل الابليكيشن عندك على التليفون فانت بتشوف كيف في مستوى السكر بشكل بخط رسم بياني أمامك فانت بتكون عارف كيف هاي النتائج النوع الثالث واللي هو بالنسبة للمرضى اللي بيكون عادة بيأخذ جرعات أنسلين اللي هو الأجهزة اللي بيكون مركب فيها الحساس اللي هو بنفسه بيقوم بتشييك السكر خلال كل فترة زمنية معينة وبعطيك بشكل رسم بياني إما على الشاشة الموجودة معك في الجهاز مثل أجهزة فحص السكر مستمر أو مضخات الأنسلين وهاي بتعطيك طبعا هاي مهمة جدا خاصة بالنسبة للأطفال لأنه بتعطيك تنبيه قبل حدوث الانخفاض بتعطيك تنبيه برضو قبل ارتفاع السكر وبالنسبة المضخات طبعا لما تعطي التنبيه أو ممكن مثلا تعمل مثلا توقف مؤلم بيكون وما بيتعاون الطفل بس بطريقة التقنيات الحديثة يعني يكون الجهاز طول الوقت على جسمه والواحد يعرف بالضبط متى بينزل لأنه خاصة الطفل صعب أنه بعد يقولك أو ينتبه لأعراض هبوط السكر ممكن يكون بلعب يدام يكون بينا عليه شي مع النوع المفروض يكون حتى الأهل في البيت لازو يكون عندهم معرفة بعلامات وانخفاض السكر يعني مجرد ما يصير عنده الطفل شوية شحوب أو يصير مثلا شوية عنده مثلا عرق أو مثلا دوخة أو كذا عارف أنه بلش يصير عنده هبوط في السكر بس برضو غير الأطفال ممكن برضو الناس مثلا كبار بالسن برضو هاي مفيد جدا أو مثلا الناس اللي عندهم مثلا ما عندهم بتطور مثلا مثلا اللي بكون عندهم أمرار معين بتأثر على التطور والنمو العقلي مثلا برضو هاي مناسبة جدا لأنه بتفيدني بحيث أنه بكون أنا مراقب السكر عنده بحيث أنه لو صار أي شي كل شي موجود عندي إما على التليفون أو على الجهاز نفسه ساد عمر ربما أن تحدثنا نحن عن الهبوط وأثر فشو هي علامات الهبوط المفاجئ اللي تصيب مريض السكر وكيف الواحد يتعامل وياها على أسس صحية هي الأعلامات طبعا هي حسب السيستم هي بطريقة سيستميكتكية مثلا في البداية بتكون شغلات بسيطة جدا لأنه بسبب انخفاض السكر في الدم بتبلش يتعطيني نبهني جسمي أنه سكرك ينخفض فتبلش مثلا بشعور بالدوخة أو مثلا بتغير خاصة بكون محيطين حواليه بلش تغير لونه مثلا بلش في القلب ضربات القلب وبعد هيك بتتطور لمراحل أبعد من هيك اللي ممكن تسبب الدوخة أو لا سمح الله الغيبوبة زي ما أفضل شي يكون طبعا الشخص في هذا الحال يكون يعني المحيطين فيه أو هو الشخص نفسه إذا بل يحس في هذه الأعراض يشيك السكر يشوف كامل نتيجة السكر طبعا نتيجة السكر في انخفاض السكر بتختلف من شخص لشخص كذلك عربي بس بالنسبة لل عادة أقل من 70 إذا كان سكرك فعلا أقل من 70 لا طبعا لا تستمر بالصيام على طول لازم أنك توقف الصيام وتأخذ سكر سريع إذا كان مثلا حبوب الغلوكوز أو مثلا ممكن تأخذ العصير أيها أه أستاذ آلاء نرجع لك الحين مزين بخصوص دائما قبل فترة رمضان أو حتى في فترة رمضان دائما الناس رابطة بتعكر المزاج أو تأثير الصيام على مزاج الشخص فشو هي طبيعة تأثير الصيام على المزاج عموما شكرا دكتورة هو سؤال حلو لأنه بنسمع كثير من الناس بيفكروا أنه الصيام بيأثر سلبيا على المزاج وهو العكس هو الصيام بيأثر سلبيا إيجابيا على المزاج أول يعني يومين بيكون صعب أكيد بيكون في تغيير في المزاج بيكون في تغيير أكيد على التحكم في المشاعر بس بعد وقت لما نتعود على الصيام فيه هرمونات اسمها هرمون السعادة هي بتنطلق في الجسم مع الصيام وهذا بيأثر إيجابيا على المزاج فبيكون فيه هرمون السعادة مثل الإندورفين مثل السيروتون وهذا بيأثر من ناحية حتى التحكم على المشاعر فبيكون فيه شعور مثل هدوء مثل راحة نفسية هذا أكيد مع لما نتأقلم على الصيام مع الوقت يعني ما من أول فترة في الصيام أكيد يعني هي أول يومين بتكون أصعب شيء يعني فأكيد أول يومين يمكن منشعر شعور التوتر يعني نسبة التوتر بتزيد أكيد يعني خصوصا للناس اللي هم تعودين على إحنا نسميه الأكل العاطفي أو التدخين مثال فهذا بيأثر سلبيا على المزاج قلت لنا وحدة من الفوائد الصحية النفسية للصيام اللي هي هرمون السعادة يفرز بعد فترة من الصيام وحتى طبيعة الشخص تتغير يبتدي يكون أكثر هدوءا شو هي فوائد الصحية النفسية الثانية للصيام هي من فوائد الصيام هي تحكم على المشاعر فنتعلم وسيلة أنه كيف نتحكم على المشاعر وكيف نتحكم على بعض السلوك السلبي يعني مثل اللي نسميه بالضبط الأكل العاطفي فوقت الصيام بنمنع نفسنا أكيد من الأكل والشرب فبنعرف أنه فيه وسائل أخرى للراحة النفسية فبنتعلم مثل طرق أخرى للراحة النفسية ففيه طريقة أنه نعرف كيف نقدر نوصل للراحة النفسية من غير الأكل لأنه عادة كثير ناس ويمكن إحنا كلنا بنعرف ناس وساعات كلنا إحنا يعني فيه نسبة أو أيام إلا فيه الأكل العاطفي صحيح يكون متوتر أو يكون معصب من شيء أو فيأكل بكميات أكبر ويحس براحة نفسية بالضبط أي يلجأ للأكل أيوة فوقت الصيام بنتعلم طريقة أخرى للراحة فهذا من فوائد الصيام وطبعاً الهرمون اللي إحنا تكلمنا عنه أكيد أكيد هذا بيرفع نسبة السعادة وينظم الهرمونات الصيام ينظم الهرمونات خصوصاً للمرأة بيساعدها إنه تنظم هرموناتها فهذا بيزيد بالضبط نسبة السعادة الراحة النفسية شو بعض حابين نعرف رايج بخصوص بعض مهارات التأقنم اللي يمكن استخدامها خلال شهر رمضان للتعامل مع التوتر والإجهار خاصة الناس اللي يكونون عندهم ضغوطات كثيرة أو مجهدين خلال فترة رمضان أو خلال فترة الصوم عموماً فشو هي الطرق أو أنهم يتأقلمون ويبتدون شوي شوي يتأقلمون مع التوتر والإجهار وبطريقة إيجابية لهم بنفسهم أكيد أكيد إنه لازم يعني أول شيء إنه نلجأ للأشياء اللي يدخلين نشعر بالراحة فكثير من الأوقات يعني مثل الصلاة الصلاة هي وسيلة الراحة النفسية قراءة القرآن أنا دائماً بنصح على تنفس العميق يعني تنفس عميق الشهيق والزفير بيساعد كثير على الراحة النفسية يعني حتى لو ربع ساعة في اليوم نتدرب بالتنفس العميق أو حتى قبل الصلاة وبعد الصلاة بيأدي إلى راحة نفسية وإن يكون الإنسان واعي على المشاعر اللي هو بيحس فيها يعني ساعات الواحد غير إرادياً بيتوتر كثير من الناس فلازم يعني نحتاج أن نكون معيين إيش حاصل في جسمنا إيش بيحصل إيش هي المشاعر اللي إحنا حاسين فيها فالتنفس العميق هو بيساعد كثير لو يعني حتى لو عشر دقائق أو خمس دقائق في اليوم قبل النوم أول الصبح بيساعد ممتاز ممتاز لأن في ناس واي تحتاج يعني تعرفين أشياء ثانية تخفف عليهم فترة التوتر أو اليتشاعد خاصة يعني يعتمد بعد على طبيعة الشخص في أشخاص يعني بسرعة يتوترون مع أدنى ضغوطات نفسية وخلال الشهر الفضيل يمكن الواحد يكون يصوم فترات طويلة أو بعد يعني طبيعة عمله أو طبيعة الاتزامات ما تساعد دايما فيحتاج مساعدة ونفس ما قلت إيش نفس العميق يعني جدا مهم وشيء بسيط والواحد يقدر يسويه في أي مكان حتى أكيد أكيد وصلاح لنفس ساعات فيه ضغوطات الحياة اليومية نحن نسميها يعني لم تشوفها ساعات يكون فيه حتى زحمة في الطريق فداما نسمع في رمضان يعني فيه انذار أنه طريقة السواقع أنه في كثير نسمع تتغير ففيه ضغوطات الحياة اليومية مع الصيام وقت طويل أكيد أكيد هذا بيأثر نعم مثل ما أستاذ زينة وأستاذ عمر يعني نتكلموا على الموضوع أنه الصيام فيه صيام بطريقة صحية هي فطور وسحور يعني حتى نوعية الأكل اللي احنا بناكلها بتأثر على المزاج فالأكل اللي فيه زيت كثير الأكل المقلي يأثر سلبيا على المزاج فإذا انتبه من ناحية الغذاء في نفس الوقت حتى هذا بيأثر على الغذاء إذا فيه جفاف مثال إذا حتى الهبوط بيأثر على النفسية فساعات التوتر وقت الهبوط بيزيد فيكون فيه توتر يكون فيه مثل عصبية نسبة العصبية بتزيد حتى تركيز الشخص يكون مختلف التركيز الشخص بيكون مختلف أكيد فالنفسية متعلقة في الصحة يعني أكيد الواحد حتى لما مثل يمراض مثل يتعاب يشعر فيه تأثير عن نفسية أكيد فهم متعلقين في بعض بالنسبة لوجهة نظر الصحة النفسية هل هو مهم المحافظة على روتين معين لمرض السكر أثناء صيام رمضان؟ أكيد أكيد أنه يكون فيه جدوى اليومي هذا الشيء مهم يعني أنه ساعات النوم الطويل يأثر برضو سلبياً على المزاج فلازم النوم يكون تقريباً ستة إلى ثمانية ساعات بننصح سبعة أفضل أكيد مثل النوم القليل بيأثر على المزاج يعني هذا له تأثير كبير كبير على النفسية النوم القليل أو الكثير فلازم يكون فيه جدوى اليومي يعني روتين طبعاً بيكون أخف من الأيام العادية مثل الدوام بيكون أقصر بساعتين بس الدوام هو مهم له دور أكيد حتى الرياضة الخفيفة لها دور يعني المشي الخفيف كثير ناس حتى اللصيمين بيسووا يعني رياضة خفيفة قبل الفطور طبعاً لازم يكون فيه يعني كلام مع الدكتور على هالموضوع قبل رمضان بس في نفس الوقت هالأشياء بتساعد إنه يكون فيه روتين يومي تدوى اليومي إن ما نوقف اليوم في رمضان ويكونه منظم يعني الواحد يعرف شو بيسوي طول يوم أكيد أكيد يكون فيه نظام يعني وقت للراحة وقت أكيد يمكن ساعات حتى لو فيه نوم صبق في الظهر يكون نص ساعة مش أكثر من نص ساعة ما نحاول نزيد إلى ساعتين ثلاث ساعات تربط أن رمضان أنا بينامو فترات طويلة أكيد والنوم الطويل في الظهر بيأثر سلبياً على المزاج ونشعر بكسر صح يعني لو يعني حسينا أنه مرة نمنا ساعة ساعتين بنسحى يمكن حتى المزاج بيكون شوي متوتر فالنوم تقريباً أنا داماً بنصح نص ساعة في الظهر مش أكثر زينة بنرجع لك كل ما تواجهينها المستمعين سواء اللي مصابين بالسكر أو الغير مصابين بالسكر بخصوص فترة رمضان تغذيتهم في فترة رمضان هلا هو النصيحة مثل ما أنت اللي فيهم السكر واللي ما فيهم السكر نحنا نهار برمضان فرقت معنا بالتوقيت مش بيتنا بدأت تكون كاملة بدأت تعطينا احتياجنا يومي بدأت تحتوي على كل عناصر الغذائية الأساسية اللي بيحتاجها الجسم حتى نضلنا بصحتنا نكتر من تناول المي بالساعات اللي نحنا فاطرين فيها نحاول أنه نخفف مأكلات المالحة والمأكلات السبايسي المأكلات اللي حارة كمان أيضاً لأنه هي بتأثر سربياً على العطش منهار التالي قد ما فينا نأخر السحور قريب من الفجر لحتى تساعدنا تنظم لنا السكر وتعطينا طاقة لنقدر نبدأ انهار ثاني بالسيام وأيضاً قد ما فينا إذا بنقدر لو منزيد نصف ساعة لو ماشي خفيف لو رياضة هذي كمان أيضاً بتساعد على هضم وجبة الأفطار طبعاً نحنا عم نحكي الرياضة أفضل شي يكون ساعتين بعد وجبة الأفطار منه متساعد على تزيد حرق الجسم وهضم الوجبة اللي أكلناها على الأفطار وبنفس الوقت بتخفف من الخمول اللي عاطن ممكن نشعره بعد الأفطار نخفف تناول الأشياء المقلية السامبوسا الباكورا هذولي قد ما فينا ممكن نحنا بدل ما نقليهم نحطهم بالفرن طبيعة الدهن تتغير والتأثير على الجسم والطاقة كمان بتتغير نرجع منعيد مشروبات الغنية بالسكر قد ما فينا نخفف من تناولها نكتر من السلطات وناكل باعتدال يعني نقدر ناكل من كل شي بس بكميات معتدلة لحتى ما نطلع فوق طاقتنا يعني نحنا واجبة الأفطار مضبوط صايمين كل نهار بس مش يعني بقى تكون وليبة كاملة صحيح أستاذ عمر حابينك تعظيم مستمعين إرشادات صحية القواعد صوم سليم أول شي المفروض أنه المريض يستشير الفريق الطبي قبل الصيام وحاول أن يكون قبل شهر رمضان الفضيل الفريق الطبي طبعا كان هو اللي بعطيه أنه كان إنسان مناسب للصوم أو غير مناسب للصوم لأنه في عندنا حالات المفروض أنه لا يصوم مثلا مريض السكر مثلا سكر التراكم مرتفع كتير مثلا أكثر من عشرة أكيد هذا بكون سكر وخلال اليوم أكثر من 250 فهذا صعب أن نصوم أو مثلا حالات معروفة مثلا الشخص الذي عنده غسيل كلا أو مثلا الحوامل أو الأشخاص الذين يكون عندهم عدم إحساس بالهبوط بالسكر فهذه الحالات اللي ممكن أنها ماتصوم خلال شهر رمضان واللي المفروض أنه أنا كمريض السكر أنه قبل بداية شهر رمضان أشتشير الفريق الصحي والفريق الطبي المشرف على حالتي في حالة أني أصوم أو لا إذا كانت النصيحة بعدم الصيام نفرض التزام به النصيحة بس إذا المريض مثلا ومعض حالات بصير المريض مثلا يصم على الصيام المرض أنه ينكتب له خطة للصيام بحيث أنه هذا الصيام ما يأثر عليه شيء ضروري يعني اتباع النصايح الطبية لأنها في النهاية لمصلحة الشخص ولا يكلف الله نفسا المضاعفات أكيد تكون كبيرة إذا كان فيها الالتزام أستاذ آلاء كلمة أخيرة توجهينها المستمعين أهمية التفكير الإيجابي في رمضان التفكير الإيجابي أنه نتذكر خلال اليوم إيش هو هدف رمضان لما نتذكر هدف رمضان على شكل يومي وعلى شكل مستمر وأيضا التفكير الإيجابي بيساعد على الصيام فالتفكير الإيجابي هو السعادة والصحة نشكركم الأستاذ عمر الغيسي أخصائي التدقيف السكر والأستاذ الزينة محمد حسان يونس أخصائية التغذية السريرية للسكري والأستاذ آلاء محمد أبو علي أخصائية الصحة النفسية شكرا لكم صراحة موضوعكم جدا كان مهم اليوم بخصوص التغذية وفحص السكري والتغنيات الذكية في شهر رمضان شكرا لكم مستمعين العزاء وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم إن شاء الله نلقاكم باتشر أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد في التنسيق نجاة السويدي في الإخراج عيسى سبيل ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي نلقاكم إن شاء الله باتشر ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة